بعض الناس تقول لك لا مش كل الناس مش كل الدول بتعني متضخم زي بعض تعالوا بقى نشوف النهاردة واحد من الاخبار اللي كان خيره شاهد على انه لا ده مش بس مش كل الدول زي بعض لا ده فيه دول الموضوع احنا نتكلم عندنا مثلا في مصد نتكلم في 20% 10% في بعض السرع 30% وده بنتخض منه في بعض السلع النهاردة كان فيه خبر مهم وناس كتير التفتت لي عن رفع الاسعار وتحديدا اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في تركيا نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة العالمية ايه اللي حصل طبعا تكلفة الطاقة عالميا زادت وبالتالي استيراد الطاقة لدولة زي تركيا زادت جدا فرفعت الاسعار بالارقام ايه تعالوا بس نشوف نسب الزيادة ازاي في المنازل 30% الغاز المستخدم في توليد الكهرباء اللي هو ليه المحطات توليد الكهرباء 16% الغاز المستخدم في الصناعة 10% طبعا ده بعد ما الغاز الطبيعي في المنازل زادت بنسبة 35% في ابريل الماضي في تركيا كمان الخبر بيقول ان الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في تركيا رفعت اسعار الكهرباء بين 15 و 25% التضخم العام بقى وده الرقم اللي يخد عشان احنا واحد من الاقتصادات القوية جدا وبالمناسبة واللي كان بينظر اليها من سنوات قليلة بكثير من الاحترام النهاردة فيه كثير من علامات الاستفهام التضخم العام وصل الى 73% على الاقل ده رقم مرعب مش حاجة اسمها 73% تضخم ده رقم كبير جدا ده الاعلى في 24 سنة فاته وطبعا الاقتصاديون هناك بيقولوا انه ده مسبب او سبب وهو تدعيات الحرب وارتفاع اسعار السلع الاولي اللي لا التركية نفسها شهدت انخفاض بنسبة 20% وتراجعت بنسبة 44% السنة اللي فاتت يعني احنا بنتكلم في مبرر منطقي لفكرة يعني ايه تضخم 73% ده مثل ده نموذج مش بنقوله عشان احنا بنقول كلام عام وكبير لكن بنقول انه التضخم هو واقعنا الجديد والتنازل عن كتير من الرفاهية وكتير من غير الضروريات هو واقعنا الجديد ومحاولتنا لاننا نكون منتجين اكتر هو التحدي الجديد مفيش حاجة قصدنا او في ادينا نقدر نعمله غير انه ننتج نشتغل ونشتغل يعني ساعدني اشتغل يعني الدولة كمان تساعدني اشتغل اشتغل يعني مكني وقدرني